التحضير لماتش الزمالك في الفاينال بكرة ان احنا ما كانش عندنا وقت كبير للتحضير ده لان كان ماتش سراميكا الفترة اللي بينه وبين ماتش الزمالك مش فترة كبيرة ولكن احنا مستعدين فترة التحضير شايفنا انها فترة كويسة واعدنا معا لعيبة في الفترة دي وده يعتبر برضو من ضمن التحضيرات للماتش واحنا مستعدين جيدا لماتش الزمالك احنا في بداية الموسم لسه وانا ارجو ان الحساب يكون في نهاية الموسم مش في بدايته احنا لعبنا ضد الزمالك تعديلنا واحد واحد واخسرنا بضربات الجزاء الرياضة طبعا مكسب وخسارة وكل اللي بلعب في الرياضة عارف الكلام ده كويس ان انت ممكن يجيلك ماتش وتخسر فيه بضربات الجزاء احنا عندنا في الاهلي مطلوب مننا ان احنا نكسب كل ماتش وده طبعا احنا بنعمل كل جهدنا ان احنا نسعد جماهيرنا بالفوز بكل ماتش ولكن في ايام يكون الحظم عندك فيها وتخسر فيها بضربات الجزاء على عموم اللي حصل حصل لازم نتقبل الوضع زي ما هو عليه الوضع الحالي واحنا بدأنا نبص لقدام واحنا مقتنع تماما ان احنا جاهزين لماتش بكرا ان احنا نكسب احنا مقتنع ما عنديش يعني كمدرب عنده ده احسن موقف تكون فيه ان الاثنين المهاجمين بتوعك في حالة حلوة وبيجيبوا جوان وده بديهم طبعا ثقة كبيرة وده الثقة دي احنا محتاجينها الثقة دي كمان بتساعد باقي الفريق ان هما ترفع ثقاتهم كفريق بترفع الثقة بالصفة عامة في الفريق بعد الماتش اللي فات منحضر للماتش بشكل كويس زي مبارح والنهاردة ان شاء الله في التمرين اكيد احنا عارفين كمه المباراة مع نادي الزمالك بتبقى ماتشات بتبقى لوحدها تالفة عن اي ماتش تاني واللعابة كلها محضرة للماتش بشكل كويس وربنا وفانا ان شاء الله ونركع بالكاس مع اي مع نادي الزمالك بالاخاص بتبقى مباراة صعبة بس لكن بالنسبة لنا في النادي الآلة احنا خلاص الماتش ت旋جل المتش حينها ننسى احنا ننسى المباراة اللي بعدها على طول لاحنا دلوقتي كنا ننفكر في ماتش صرميكا وماتش صرميكا خالص مباراة كبيرة جدا مع نادي الزمالك على السوبر منصري احنا بالنسبة لنا احنا بننسى الفئات احنا على طول نبص الخطة اللي قدام واحنا دلوقتي مركزين بشكل كويس جدا احنا بندى لكل فرقة احترامها وبندى لزمالك احترام طبعا المباراة اكيد بالنسبة لنا احنا عايزين ناخد البطولة واللي حصل حصل وده كان ماضي احنا دلوقتي خلاص نبص القدام اكيد طبعا رسالة الجمهور طبعا يعني يكونوا موجودين بكرة في الملعب اكيد جمهوري زمالك يجي شجع فرقته اكيد الجمهوري النادي الاعلي يجي شجع فرقته كل واحد يقف لرا دار سيده احنا بنكون ساعداء لحنا احنا نكون الملعب كله مليان من الجمهورين وان شاء الله ربنا يكرمنا في الماتش وانفرح جمهورنا كجمهورنا دل behavior يرجع ان شاء الله بيتهم مبسوطين وهنا في دورة الامارات وفي اكيد في مصر اكيد ان شاء الله نرجع ونرجع بالبطولة اكيد ان شاء الله احنا عندنا ماتش على فكرة نحن نحل المشاكل ولا نتكلم في المشاكل نحن لدينا ماتشة نتكلم في الماتش الزمالك والعيبة كلها عارفة كيفية نادر قالي نظام النادر قالي كويس جدا وصل للسؤال